النهاردة معادنا مع مسلسل استيليتو بنتكلم عن أحداث المسلسل عارفنا قبل كده أن طارق بيعرف من جويل حبيب نيلة وأنه هو إياد علشان كده كلم له أي اللي كانت عنده ميرا وبيتقول نرجع تاني لكن قال لها اللي بنا خلاص انتهى بيلاي رسالة من طارق أنه هو عرف مين حبيب نيلة وهو إياد بيجري زي المجنون وبيروح يتخانق مع إياد هناك في المكتب بتاع نيلة وزاعتها نيلة طردت وقالت له ملكش دعوة بي أحب اللي أحبه وأعرف اللي عرفه أنت ملكش دعوة بي وأنا خلاص ما بقيتش مراتك فالك بترجع من السفر وبتعد معك كريم وبتقول خلاص قررت إن إحنا نتطلق فعلا مفيش فايدة أنت برضو حتكون صديق لي أبو بنتي في الأول وفي الآخر اللي هتبدأ كويس جدا من الزيارة دي والسفر ده غير تفكيرك قالت أيوة فكرت بشكل أكتر يعني وفكرت فعلا إن إحنا خلاص مش هينفع مع معنا خاصة إنك قلت لنك بتحب أحد تاني بعد كده فالك بتخرج وبتروح لألمة بتحدد في دماغها خطة خبيسة جدا فالك بتروح لألمة وبتقولها إن هي نفسها تتكلم معا شوية قالت لها تفضلي قالت لها أنا جاي أصلح كل اللي بينا لكن في نفسها كانت بتقول إن هي مش هتهدم بيتها ولا هتسيب كريم ولا هتقتلها وتدخل السجن لا أنا هدبر لك حاجة كده تليق بيكي لكنها طبعا مبتسمة وبتقول لها أنا عايز أتكلم معا شوية قالت لها تفضلي قالت لها حصلنا إن نعمله ده عملوش أي لازمة يعني بعد ما سافرت وفكرت كتير لقيت أني مفيش أي لازمة من اللي إحنا بنعمله إحنا كنا أصحاب زمان وعيشنا حاجات كتير وبقنا أعداء فجأة قالت لها أنت اللي بتعملي كده قالت لها كنت فكرة لما تسكني هنا يعني معانا حننسى الماضي بس أنا فعلا كلها هدفي إن أنا صحح الماضي ده ليه بقنا كده قالت لها أنت يا فالك اللي دايما عايزة تعيش في خناقات ومشاكل قالت لها كلنا غلطانين وكلنا عيشنا أيام صعبة جدا وكلنا بقنا أعداء فجأة إحنا لازم نرجع ونبقى أحسن من كده وبتحاول تصلى علاقتها بألمة وتقول لها أن إحنا من زمان اخترنا بعض وكلنا أصحاب فلاشباك أيام السنوية لما كانت ألمة بتشجع طارق لما كان بيلعب مع أصحابه في المدرسة وساعتها فلجت وقالت لها وهي قاعدة بتتفرج على طارق وبتشجعه وبينهم نظرات قالت لها أنا شايفة فيه نظرات قولي فيه إيه بالزبط إحنا أصحاب صح؟ قالت لها مفيش حاجة قالت لها لأ أنا حسن فيه حاجة هتخبي علي إحنا مش أسررنا كلها مع بعض قالت لها أيوة أنا كنت عايزة أقولك أن طارق معجب بي وأنا فعلا معجبة بي يعني هو شخص وسيم كده ويعني هو يعني بتدلح شوية بس عاجبني جدا وطبعا كانوا مع بعض أصحابه كويسين زمان بعد كده بتروح وبتقول لها بلاش ثقافة بلاش أفعالنا دي خلينا نرجع أصحاب زي الأول ونصف كل شيء بنا فلجت بتخرج من عند ألمة وبتروح لجويل على طول وبتقول لها إحنا ليه تحولنا الأعداء فجأة كده إحنا أخوات من سنين وإن هي بدأت تنسى كل اللي فات وعايزة تبدأ معهم حياة جديدة وإن هي عايزاهم الفترة الجاية جنبها بتفتكر لما كانت جويل رايحة تولد وكانت فلك وقفة جنبها وتالع على أديها كانت بيبي لسه وكانوا يسوف جوازهم وبلدتهم وكل حاجة ففلك بتحول تقرع جويل بالصلح وبتقول لها إحنا ليه تغيرنا فجأة وليه بقينا حاجة تانية خالص وبقينا أعداء نرجع كويسين زي الأول وبتحاول تقنعها رغم أن هما طبعا مستغربين أن فلك تيجي مرة واحدة وتبقى عايزة الصلح فلك بتروح لنيلة كمان وبتقول لها أنت كنت زي أختي كبيرة لينا وفلاشباك للسنوية لما نيلة جات وقالت لها أن رؤية عارض عليها الجواز وأن هي فرحانة جدا لكن فلك ساعتها قالت لها هتتجاوزي زي وأنتو لسه صغيرة هتتجاوزي كده على طول بتسيب المدرسة هتتجاوزي أول واحد يظهر قدامك قالت لها أن هي بتحبه جدا وأنه هو جاب لها خاتم من المحل بتاعه وما هو أصلا جواهر جي قالت لها أن هي بتحبه وحتشوف طريقة علشان تكمل السنوية وتتجاوز على طول قالت لها خلاص طالما بتحبه بعض يبقى ربنا يا ساعتكو وبتبقى فرحانة جدا لها فلك بتحاول تجمع البنات تاني وبتقول لهم لازم نتجمع يوم الثلاث علشان نفتر زي كل ثلاث عملت كده علشان خاطر يعني دخلها على الحرب الجديدة كان لازم أن هي تجيب أدعها وتكسب ثقتهم مرة تانية وفعلا أقنعتهم وتلهموا سوا في الفطار زي زمان وفعلك بتشكرهم أنه هم جم ولبوا دعوتها ونيلة بتقول في حاجة أكيد قالت أيوان مش هخبي عليكو طبعا أنتو أصحابي لكن عايز أقول لكم أن كريم سابني خلاص وحنتطلق قلت لها فعلا أنا سمعت كده بس ما صدقتش قلت لا لا صدقي دا اللي حصل وأنا بشكر طبعا جويل لأنها كانت عارفة الموضوع من بداية وما تكلمتش خالص نيلة قالت إزاي جواز بقلي سنين كده يعني إزاي قلت لها عادي اللي حصل وانتي ألمة وانتي ليه ما تفاجئتيش قلت لها فعلا مش عارفة بس يعني عادي قلت يعني كمين علينا أو أن علاقتنا وحشة وطبعا فلك كانت خبيسة جدا لأنها عارفة أن ألمة هي اللي على علاقة بكريم وأنه بيتطلق منها علشان خاطر يتجاوز ألمة لكن تعالوا نشوف خطتها الخابسة هتوصل لفين فعلاك بتقول جويل جويل طبعا متجاوزة ونايلة أكيد هترجع للوقاي فإيه رأيك بقى يا ألمة أنا وانتي اللي حنكون مع بعض إحنا بقى الاتنين مش متجاوزين بقى وعزبات ليلة قلت مش هيحصل طبعا أنا مش حرجع أصلا لو أي تاني طبعا بتقول لها لازم نقف جميع بعض ونبقى سوا يا ألمة ولا يكون حد يدخل حياة يكونت بخبية جويل طبعا بتغير الموضوع وبتقولها إيه خطتك يعني يا فلك قلت لها أن هي حتعمل حفلة كبيرة علشان تخرج من اللي هي فيها قلت لها تبضي حاجة كويسة الحفلة دي اللي حصلت فيها الحدثة وكانوا منسجمين جدا وبيلاقوا حد بيقع من فوق نايلة بتقول أنا تأخرت قلت لها فلك دايقة جدا عليك أنك تكوني سيدة أعمال جويل بتستأذنها كمان علشان هتروح تعمل بشرتها أما ألمة قالت أنها عندها شغل وعندها ندوى لازم تقوم فلك بتناديها وبتقول لها استني كنت عايزاكي في حاجة ممكن تقوم يعني بخدمة بسيطة ممكن تروح تجيبي تالة من المدرسة أنا محبيتش تقل على الجويل وكمان أنا عندي معاد مع المحامية قالت لها تمام ماشي مفيش مشكلة فالك بعد كده بتكلم كريم وبتقوله أن الدكتور النفسي إبداها نصايح علشان انفصلهم علشان تالة ما تتأثرش ومن ضمن النصايح دي حاجات كتير لازم تقولها له عشان تقابلوا وجهة لوجهة رده وقال تمام إذا كده الموضوع يتعلق بتالة أسيب شغلي وأجي على طول قالت له متقابل في البيت من له بعد كده جويل وقلمة موجودين وجهة الماشين يعني فبتقابلوا برة في الشارع وبعد كده ألمة بتقول على موضوع كريم وفلك ولن ألمة يعني ضمرة بأنبها جدا يعني الستة بتشتكي إنها هتتطلق وإن أنا أكون معجوزها جويل أريد تلاقي ما يهمكيش عادي البنت محتاجة أنا نكون جانبها وده اللي حيحصل ما فيش أي حاجة يعني ما تحملش نفسك في قطقتها ألمة بتجري بعد كده تلحق الندوة وبتلاقي واحدة ناسي ألمها وتعبانة وعايزة تقيا بتروح معاها وبتساعدها كمان في تأجيل العرض بتاعها ليوم تاني وتطلع ألمة عرفاها إنها كانت معاها في الجامعة من زمان أما بالنسبة لكريم وفلك فبيتكلموا في موضوع تلع وإن هما يسجلوا بيها في نادي معين علشان خاطر يخرجوا ويعملوا نشاطاتهم التلاتة بحيث البنت ما تتأثرش بموضوع الطلق ده وبيتفقوا فعلا والكريم بيتفق على كده وبيقول خلاص أنا موافق وبيستأذن علشان عنده شغل على طول بس قررت له مين المفروض يجيبتها لأنا ولا أنت قال مش مشكلة أنا أروح أجيبها قالت خلاص ماشي وطبعا كانت عملت كده علشان خاطر تبدأ تشكك كريم في ألمة ألمة بعد كده بتروح علشان تاخد تلع وبتقول لها إن ماما بعتني علشان أخذك قررت لها ممكن نخرج قررت لها لو كلمنا مامي ورديت خلاص ممكن نروح كريم بعد كده بيروح علشان ياخد تلع ويتفاجئ إن معها ألمة ألمة بتقول إن فلك هي اللي بعتها لكن الغريب إن كريم كان منستغرب لإن قبل كده كانت قالت له ألمة إنها مش هتدخل للبيت طالما تلع موجودة علشان ما تتأثرش بحاجة بعد كده بيتكلمه إمتى حيتقابله قالت إن هي عندها ندوة ونبقى نتقابل أما فلك فكانت بتضبر خطة علشان كريم بيشك بألمة بيخرجوا التلاتة كريم وفلك وتلع وبيروحوا النادي وبعد كده بتبدأ طبعا تتكلم علشان تبدأ تشاكيكو في ألمة وقالت إن هي اجتمعت بالبنات من جديد ودعموها كلهم خاصة الألمة كانت معاه جدا وقالت لها كويس جدا خطوة الطلقة دي حتخليك تعيش حياة جديدة كريم قال فعلا هي قالت كده بيفتكر كلام ألمة اللي ما قالت له أنا مش عايز أشطت أسره فإزاي يعني تقوله كده وفي نفس الوقت بتقول لي فلك لازم تتطلق وتعيش حياتها فلك بتقول إن ألمة كويسة جدا معاه وقفت معاه ودعمتها إنها ندمانة جدا على عملته فيها زمان وإن ألمة قالت لها إن هي عايزة تصادف واحد بس يكون عنده أولاد وتتجوز وتعيش معاه طبعا كل ده بيخلي كريم يشك في ألمة من ناحية الحاجات اللي قلتها له ومن ناحية إن هي بتدور على واحد متجوز وعنده أولاد عشان تعرفه فطبعا كل ده يخلي كريم يبدأ يشك في كل حاجة قالنا بتكون مع صاحبتها اللي تعرفت عليها دي أجرت معها في الجامعة يعني وشفتها في الندوة وبتقول لها تعالي نخرج قلت لها بس لو كان عندك أطفال ولا حاجة قلت لها أنا أعدل وحدي يلا بينا وبتروح فعلا معاها أما بالنسبة لنيلة فبتتصب بلو أي وبيقول لها لو كنت هتتكلمي في موضوع مبارح فأنا مش عايز أعرف حاجة يعني قالت له لا أنا مش هتكلم في موضوع مبارح أصلا أنا نسيته دلوقتي أنا بيتكلم معاك عشان خاطر أعزمك على الأكل عندنا الأولاد عايزين يشوفوك وحشتهم كان فرحان جدا طبعا قال لها طب أجيب حاجة قالت له لا كل حاجة موجودة بس تعالى بيفرح جدا وبيروح يكلم طارق وبيقول له طارق كان صوته متغير لأنه كان لسه صحي من النوم وبعد كده بيقول له لو أي هو مبسوط أن نايلة كلمته قال لي يعني عزمك على الأكل هناك وأن الأولاد يعني عايزين يشوفوه وحشهم جدا وطبعا هو فاهم كده أن نايلة هي يعني العايزة تشوفه وبتعمل حاجة الأولاد فأكيد حبيته يعني وحبيت أن هي تتكلم معاه ويمكن كمان تكون عايزاها علشان خاطر تقوله أن هي موافقة ترجع له وكان ساعد جدا بس يا طارى نايلة بتخطط لإيه وعايزة لأيه في إيه ده اللي حنعرفه الحلقة الجاية والفيديو بتاع بيخلصوا كمان الحلقة ممكن أكون مزودة شوية في الأحداث أو في بعض الأحداث النقصة أو ممكن حاجات بللي حكيتها ما تحصلش كل ده لسه مش معروف لكن ده كل اللي حصل وشوفكوا على خير في فيديو جديد من مسلسل استليتو ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس عشان يوصلكوا كل جديد حبكم كتير باي باي